بوادر تملل ورفض لقيود الوصاية الدينية على السلطة التنفيذية في إيران ملامح هذا الرفض بدت واضحة في انتقادات الرئيس الإيراني حسن روحاني لإصرار المرشد الأعلى علي خامنئي المضي قدما في مشروع أسلمة العلوم روحاني المحسوب على تيار المعتدلين اعتبر أن الإنفاق على المؤسسات الدينية لم يسهم في تنمية البلاد واصفاً الجهود الرامية إلى إضفاء الطابع الإسلامي على العلوم بالفاشلة الرئيس الإيراني انتقد كذلك محاولات الولي الفقيه البحث عن أسس للعلوم في القرآن ومحاولة ربط جذور أي علم من العلوم بالآية أو الروايات الدينية مشروع أسلمة العلوم الذي يتمسك به خامنئي يستهلك ملايين الدولارات من ميزانية الجمهورية الإيرانية الأمر الذي هاجمه روحاني وبشدة تصريحات روحاني تشير بشكل واضح إلى حجم الأزمة الداخلية الإيرانية بين أجنعة الحكم في إيران في الإطار ذاته انضم الرئيس السابق محمود أحمد نجاد إلى معسكر المنتقدين للأوضاع في البلاد الأمر الذي جعله مهدداً بالملاحقة القضائية والاعتقال أحمد نجاد دأب مؤخراً على توجيه رسائل إلى خامنئي يطالبه فيها باتخاذ إجراءات للخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد وهي المطالبات التي وصفتها المؤسسة الدينية بالمتشددة وتستوجب المحاسبة علي أعزدين العربية